مئة من الشباب والنساء قطعوا أولى جوالات الحصول على سكن في برنامج عدل 2 بعد أشهر قليلة من تسجيلهم على مستوى وكالة تحسين السكن وتطويره حيث شرعت الوكالة منذ أمس الأول في منح أوامر بالدفع للمكتتبين الجدد والذين بلغ عددهم حسب ما أكده المكلف بالأعلام بوزارة السكن أكثر من أربعمائة مكتتب بينهم ثلاثمائة مكتتب فقط بالعاصمة وقد استلم مئات المكتتبين الجدد في برنامج البيع بالإيجار عدل 2 أوامر بالدفع لتسديد مستحقات الشطر الأول من قيمة مساكن عدلة التي سيدفع فيها 10% من قيمة الشقة وتبلغ 21 مليون سنتيم بالنسبة لشقة من ثلاثة غرف فيما يتم تسديد 27 مليون سنتيم لشقة من أربعة غرف ومنحت الوكالة 15 يوماً للمكتتبين لتسديد المستحقات لكنها قابلة للتمديد إلى غاية شهر مع تبرير ذلك هذا وقد شرعت الوكالة منذ أيام في استدعاء 2455 مكتتب في برنامج البيع بالإيجار هذا وقد شرعت الوكالة منذ أيام في استدعاء 2455 مكتتب في برنامج البيع بالإيجار الجديد من بينهم ألف مكتتب بالعاصمة بينما تتوزع البقية على ست ولايات حيث تعتزم عدل استدعاء المكتتبين الذين يفوق عددهم 700 ألف مسجل بصفة تدريجية إلى غاية استكمال طلبات جميع المعنيين بهذه العملية التي ستمتد لعدة أشهر وذلك بطاقة مبدئية تقدر بألف مكتتب أسبوعياً